النهاردة حبايبي عرابل مع بعض سابون سايل لغسيل البواعين اقوى سابون سايل لغسيل البواعين وهنعمله بدون صودة كوية لو حطيتي حيخلي القوام يفصل معاك ويخلي اللي هو خفيف خالص وكبان مش محتاجينه لان ملح لمون مش محتاجينه في الوصفة النهاردة زي ما انتم شايفين انا جبت حبة مية في طبق وخدت شوية صغيرين من الصابون وشايفين الرغوة متاحته عشان كده بقولك الكبية دي بمكن تعمل بعاكي اكتر بالخمسة رتل يعني لو كل مرة بتغذي فيها حبة وخففتهم بحبة مية صغيرين وغسلت بهم المعين زي انا ما بعمل دلوقتي يعني الكبية دي هتعدي كبان من الخمسة رتل زي ما انتم شايفين اهوا انا طبعا بجرب بعاكم وخدت الطبق على الحوض اللي انا ورتلكم برغب اللي انا كنت وقدر فيه حبة صغيرين من الصابون السايل لا شفتوهم انتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بيكم اخوتي وحبايب في الله اه معاكم حلان الوراكي تعالوا بي لحبايب نبدأ الفيديو كده بالصلاة على رسول الله انا هيفضل الصعات والسلام ونشوف بها المكونات انا هنحتاج لكيلو من الصابون السايل وكسين من الفريق اه وكباية من الدشا نص كباية من السكر اه وعنحتاج زرة لون اصفر يعني نص على كده صغيرة لون اصفر مدوبها في لص يعني ربع كباية في ربع كباية كده ايه مياه اه وهنحتاج لمعالاة كبيرة بيكربولات والسوديوم بيكربولات والسوديوم اللي انا هستخدمها انا حطيت تنريت المياه في قلب الحلة دلوقتي وحطيت عليهم بنص كباية السكر وبقلب كده ايه بالمضرق وبعد كده هوت اه هنزل بقى ايه بالكباية الندشا وبقلب كله على البارد اكني بعمل ايه زي ما بتعمل المهلبية اه بالضبط لاولادك اه بس كده طريقة سهلة وبسيطة جدا حبدأ بقى ايه اللي انا اخد دلوقتي الحلة وحطها على البوتاجاء زي وابدا اللي انا اقلب فيها انا حطيت نص كباية سكر لان السكر بيزود الرغوة وكمان اللي هو بديل الجريسلي يعني لو ما عندكش جريسلي فاتي بتحطي السكر انا حطيت اللون الاصفر اهوت اه زي ما قلنا كنت نصب عليها صغيرة من اللون الاصفر البدرة دوبتها في ربع كباية مية وابقلب كده اهوت فيها لحد ايه لحد قوم بيتقل معايا كنت بعمل مهلبية طبعا كنت بوقف الكاميرا وبرجع تاني اه علشان بس ايه بطولش ايه اه الفيديو اه مطولش عليكم فزي ما انتم شايفين اهوت اللي هو بيبدأ اللي هو اه اه بيبقى شفاف كده هوت بيبقى اه بيدي شفافية كده هوت اصفر كده شفاف وكمان القوم بيتقل يعني واحدة واحدة كده حتلاحظوا معايا اللي هو بيتقل اه لما يوصل الدرجة ديت اه القوم بقى تتقيل معايا وبقى اصفر كده شفاف اه مبدأ بقى ايه اللي انا بطفل اه بتجاز وانقل الحلة ديت بقى اعلى الرخامة ونبدأ ان نكمل بقية ايه خطوات شفتوا بقى خطوات سهلة وبسيطة ازاي اه طبعا انا نهوة النشا اللي انا كنت باستخدمها في الكوبات النشا ديت هقول لكم دي تناجلت حاجة دواتي بالبصفة هقول لكم كنت باستخدمها الدشا دوت فيه كنت عاملة لسه ملبن منزلة من يومين على قراطة الطبخ فكنت مستخدمة نشا اه يعني كنت اه بغلف بيه الملبق نعم فالنشا اللي فضل معايا ما رميتهوش فانا خدته واستخدمته النهاردة في اللي انا عملت بيه الصبو نعم اه دواتي بقى ايه ببدأ لانا بحط كده كيلو من الصبو السايق زي ما انتم شايفينه هواتي الطريقة جميلة جدا وعلى فكرة الصبو ده هوات كبان بكر يعمل معاك اكتر من خمسة من خمسة ريتل فهتقول لي ازاي هقولك ازاي بس ما تحطيش الميا كلها مرة واحدة اول حد الوقت انا استخدمت اطلاللا اتنين لطلي من المياه و كيلو waitalصابون السايق وحافظي معاكم دواتي كيس فري وحافظي واحد ايه كمال لا ا انا كده استخدمت اطنين كيس فري و كيلو بالصابون السايق لا و دي كده كبية السابون اللي انا ايه عملته طبعها الصابون ايه ده هوت حيديلك جوده عالية ونظافة وحيشلك اصعب الظهور دولا انا حطيت معatiə كبيرة من بيكاربوناتو السيديوم الله Ella انا كنت عاملة معاكم لوه بالبرتقان كنت عاملة معاكم في فيديو كده كذا نوع من بيكربوناتو السوديوم بالبرتقان والخوخ واللمون وكنت عاملة بكذا طريقة وتقدر تستخدمي بيكربوناتو السوديوم اللبيض العادي اللي عندك ده عشان بيساعد في اللظافة وبيخلك دوت ايه بيشلك الدهون بسرعة عبر البواعين وبيساعد في اللظافة لان احنا زودنا مية يعني اعتبر خففنا كيلو السابون السايل وهو السابون ما فوهوش بطاس ولا سودة كوية يعني مش بيستخدمه فيه سودة كوية فاقل حيخلي السابون بجودة عالية كسير فري اللي احنا ضفناهم مع كيلو من السابون السايل ومعلقة او معلقتين من بيكربوناتو السوديوم ما تحطيش ملح لمون خالص في الوصفة ديه لان لو حطيتي حيخلي القوام يفصل بعاكي ويخلي اللي هو خفيف خالص وكبال مش محتاجينه لان ملح لمون مش محتاجينه في الوصفة النهاردة زي ما انتم شايفين انا جبت حبة مية في طبق وخدت شوية صغيرين من السابون وشايفين الروام تحته عشان كده بقولك الكبية دي بمكن تعمل بعاكي اكتر بالخمسة رتل يعني لو كل مرة بتاخدي فيها حبة وخففتهم بحبة مية صغيرين وغسلت بيهم المعين زي انا ما بعمل دلوقتي يعني الكبية دي هتعدي كبان من الخمسة رتل زي ما انتم شايفين اهو انا طبعا بجرب بعاكم وخدت الطبق على الحض اللي انا ورتلكم برغب اللي انا كنت واضح فيه حبة صغيرين من السابون الساير اللي شفتوه منتوا بعايا ديوقتي بقى بليفت البوعين وعدت اغسل بقى ايه كده الاطباق والمعالي وكده بيديه عشان نظافه رهيبه بصراحة وجميل جدا ناااا نقول لكم مكونات تانى كدهات عشان ما اتتوهوش بقى ايه مني انا عمالي بخصي الموعين وبشرف طبعا انا باطصلتش الكاميرا كنت بسبتها وا عشان تشوفوا معايا النظافة بتاعت الثابون دهوت استخدمت كبايا من الدشا اثنين رتل من المية استخدمت معلقة كبيرة بيكربونات سوضنية من البرتوان اللي كنت عاملها معكم استخدمت نص كباية كده من السكة كيلو من الصبون السيء لا واستخدمت كمان كسين بين الفريق يا زي ما انتم شايفين نعم شايفين بصوا بقى النظافة جميلة ازاي اه حكتب لكم برضو المكونات في صندوق الوصفة حبيبي بس انصحك ما تحطيش ملح لمون النهاردة في الوصفة انا دوقتي اخدت شوية من الصبون المخفف كمان بالمية وحطيتهم كده في الحلة وبسلكة المواعين وببدأ لانا باخسل الحلة عشان ايه طبعا لو فيها سواد ولا حاجة زي ما انتم شايفين حتى بيلماعلي الالمونيا وبيشيل منها السواد اللي كان فيها اه اللي جوه الجوه الالمونيوم زي ما انتم شايفين اه وقت. ودلوقتي ايه باخسل بقى ايه اخسلتها بجيبها برضو برة تانية. ودلوقتي بشرفها وزي ما انتم شايفين اللمعان اللي في الالمونيوم. اه جميل جدا ايه حبيبي يا. اتمنى اللي انتم تكونوا استفدتوا من النهاردة من الفيديو. اه طبعا الوصفة رهيبة بصراحة وجميل جدا وجميلة جدا جدا. اه زي ما زي ما قلت لكم بالكمية ديت يعني لو كل التعملي بنفس الخطوات اللي انا عملتها وما تزودوهوش مياه في البداية. لا التنباتيجي تاخدي منه ممكن تحطي تاخدي شوية على حبة مياه. اه كمية دي عتعد معاكي كتير بصراحة يعني. وطريقة سهلة وبسيطة جدا للناس اللي هي مش بتوفر عندها السودا الكاوية ولا البطاس. فدي طريقة جميلة جدا. ده اه سابون سايل من يعني من غير سودا كاوية خالص. بس قلت لكم ايه اللي بيزود الجودة بتاعته اللي هو كسير الفري ومعلقة كبيرة من بيكاربوناتو السوديو. اه دول بيزودوك جودة الصابون وكيلو الصابون السايل اللي انا استخدمته. اه ده كده حبيبي اه شكل الصابون السايل. اه اقوى صابون سايل بدون صدا كاوية. وازا ما انتم شايفين هو على فكرة هو في المقطع ده كان لسه اه سخر دافي يعني بعيه. فانا حاجيب مياه في علبة وحطت فيها العلبة التانية عشان اه يبرد معايا ايه على طول. وحسيبه شوية ونرجع تاني. واول لكم بقى ايه لما سيبته حوالي يعني ساعة كده في المياه وغيرت المياه ديت مرة كمان. عشان انهي الفيديو بس ويبرد معايا على طول. بصوا لما بيبرد. اه الصورة بتاعته حتى في الكاميرا بيبقى اصفر شفاف وجميل جدا. بتنسوا ليش حبيبي باللايك والشير. السلام عليكم.